السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم ان شاء الله تكونوا كويسين هنكمل سلسلة بتاعت المحضرات الميكانيكس وفي ما عندنا محاضرة بسيطة خالصة النهاردة اللي هي البيوميكانيكس في الهنطليشن هنعرف ايه هو الهنطليشن في عندنا فورسد وفي كوايت وهي ضر الموسلز تمام وكمان ضر الريبكيج نفسه في الهنطليشن ده والبيوميكانيكس اللي بتحصل الريبكيج اسنائي الهنطليشن اول حاجة هنعرف حاجة ايه هي تعريف ده ميكانيكس يعني ده عملية ميكانيكية بتحصل ان انت الهوا بيدخل ويخرج سرو من قوي تمام؟ طيب قال لك البروسوس ديت ليها رسم تمام؟ ليها رسم او ليها عدد معين في اللي هو ايه الدقيقة اللي هو زي ما قوليه تمام؟ عدد وعدد في الدقيقة بحالة في الحالة العادية بيبقى من اتناشر لعشرين مرة يعني بتلاقيه يعمل اتناشر اه اتناشر اتناشر مسلا اه انسبيريشن تمام؟ ده في حالة ايه الرست اما طبعا في حالة ته لو بيعمل نكون بدأ نوحية بتزيد طبعا بتبقى فوق العشرين تمام؟ طيب قال لك ديت عملية دورها ايه؟ دورها ان هي بتعمل تمام؟ دي عملية دور عملية طيب في انا ورضو ايه النقطة على هالدكتور اه اللي هي الاهمية بتاعت الريب كيش طبعا احنا عارفين الريب كيش اللي هو ايه؟ اه ده بيبقى متكون من ومع الريبس تمام؟ اللي هما الاربع عشرين ضلع وعضمة الريب كيش طبعا مع السوراسك فرتبن تمام؟ ايه الاهمية بتاعت الريب كيش اللي هو الريب كيش تمام؟ نو قال لك ان هما تلاتة فونكشن تمام؟ اول حاجة بيعمل الريب كيش اللي موجودة في او اللي موجودة بداخله اللي هما زي ما قلنا والهات والحاجات زي كده والتانية اللي هو بيعتبر المسلز اللي هتشتغل على يعني الريب كيش نفسه بعتبره كأتشمت او مكان أتشمت للمسل اللي هتشتغل على تمام؟ هدي كده عندنا وظيفتين الوظيفة التالتة قال لك ان هو ايه اه زي ما قول ايه بيساعد في دي اللي هي الوظيفة اللي احنا بتدروسها النهاردة تمام؟ طيب اه بالنسبة اه في عندنا نوعين اللي هو اللي هو تمام؟ ده بيحدث اثناء ما انت في حالة الراحة اثناء ما انت يعني ايه اه ما بتعملش تمام؟ استنتطري اكتيفيتي اكتيفيتي يعني اكتيفيتي مش محتاجة ان انت تستهلك ضاقة تمام؟ يعني زي مثلا انت هاي مقاعد بتاع مش بتجري يعني ما بتعملش مجهود بدني او للحاجات اللي هي بتستلزم انك تستهلك ضاقة اكتر او تصنع ضاقة اكتر ضخي جسمك فبالتاني انت ايه بتستخدم فيها لكوية اما ده اللي هي والحاجات زي كده فانت بستخدم فيها ايه تمام؟ بعد كده هنعرف ان تمام؟ بيخضع لقانون اسمه تمام؟ ده بينص على ايه؟ بينص بيقولك ان انت لو زودت الحجم اللي موجود حجم المكان اللي موجود فيه تمام؟ ضغط الجاز هيقل فبالتالي ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين الجاز بينتقل من الضغط المرتفل للضغط المخفض فاحنا هنعرف دلوقتي ازاي بيحصل هو تمام؟ يعني ازاي اصلا ان هو بيدخل من برا ويدخل جوه ويخرج من جوه يدخل لبرا كده تمام؟ فده بنفسره على حسب قانون تمام؟ طيب مبدئيا زي ما احنا عارفين بولز دو بيقولك ان انت زودت حجم المكان اللي موجود في الغاز بتاعه اقل تمام؟ وهنا عارفين ان الغاز بينتقل من المكان الضغط المرتفع للضغط المخفض فتعال كده ايه؟ يعني ايه نتخيل تمام؟ انت عندك اهر ريب كيش تمام؟ انت تخيل ان الدايرة الصغيرة دي هي ريب كيش وفي اصلا جاز من جوه جوه تمام؟ فانا اروح تجي توسعت من الريب كيش في حالة تمام؟ في الانس بايريشن اوسعت حجم الريب كيش زودت الفوليام تمام؟ فبالتالي الغاز اللي موجود جوه ده ضغطه قل فبالتالي الغاز اللي موجود برا الجسم ضغطه عالي بالنسبة لللي جوه فيدخل جوه كده عن طريق ايه؟ اللي هو الميكانيزم بتاعت تمام؟ طيب لو في حالة انا عاوز اخرج هو من جوه فالريب كيش ده هيديق تمام؟ هيديق تمام؟ الحجم بتاعه هيقل الفوليام هيقل فبالتالي هينكرز ده مين؟ بتاع الجاز اللي جوه فبالتالي ايه؟ الجاز يطلع برا زي ما قلنا ايه؟ اللي بينتقل بالمكان المرتفع للمخافة تمام؟ طيب تمام؟ ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة ان عندك انقباط تلت عضلات تمام؟ واهمهم عضلة الدايفرام ومصل تمام؟ يبقى اللي هو تمام؟ بيحصل نتيجة الانقباط تلت عضلات مهمين اللي هما الدايفرام ما هو الدايفرام لما تنقبط تمام؟ هتزود حجم هتزود الفوليام بتاع مين؟ بتاع فبالتالي هتقلط ده قدر غاز وبالتالي ايه؟ هيحصل فاعملني ونفس الكلام من بتزود حجم من فوق فلنفس الكلام ده تمام؟ وهو هتقلها من قال لك ان هي هتعملك واللي هسمحلي ان هي تتعمل وتقلل فبالتالي ايه؟ الهواء هيدخل من بره جوه تمام؟ طيب اهو نفس الكلام ادي عضلات الدايفرام هي هي ديت وهنا ايه؟ ادي من جوه تمام؟ دلوقتي انا لو انقبط عدد الدايفرام فهتقل لتاحت كده هتنكمش فهتزود بتاحت فبتوسعه تمام؟ ونفس الكلام من انتركوستالس فيعني ايه؟ فده كله ده بيزود الفوليم بتاع الربكيتش فبالتالي هيزود الفوليم او هيسيب مسافة ان تمام؟ فيزيد الفوليم الموجود جواها فبالتالي ايه؟ هيقل الضغط بتاع الغاز فبالتالي ايه؟ الهواء يدخل من بره جوه تمام؟ طيب هنا دي ارتكوليشن موجودة في السوركس نحفظهم المانيبريو ده الموجود ما بين المانيبريو والبادي وفو الستيرنا تلاتة اجزاء والبادي والزيفويد المانيبريو والبادي ده ما بينهم ايه؟ ما بينهم جوينت اسمه تمام؟ والستيرنا وعندنا والكسطو 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 والسوراسك دول هما جوينتس الموجودين في مضغط السوراسك هما برضو موضحهم هنا دي هنا عندك ادي اللي هو مانيبريو وهنا ده اللي هما هما اللي هو ما بين والستيرنا تمام؟ اللي هو اسمه والبادي اللي هو بعدين هنا هنتكلم ازاي بيحصل او دول بتاعه او الحجم بتاعه بيزيد عمودي تمام؟ اما بيزيد واما بيزيد طبعا الحاجات دي كلها بتحصل مع بعض بيزيد بس هنقسم الحاجة المسؤولة عن انه هو خليه يزيد وهي الحاجة المسؤولة عن يزيد طبعا تشارش معناه ايه؟ يعني ادي هنا عندي فهو الحجم بتاعه زاد نتيجة انه هو ضول تمام؟ هبقى المسؤول عن زيادة الحجم ده اللي هو العضرة اللي اسمها تمام؟ بيزود لي او اللي هو تمام؟ طيب ده بتحصل نتيجة الايه؟ نتيجة اول حاجة تمام؟ لي الربس بيحصل لها بترتفع كده او ويحصل لها ايه كمان كلمة هنا معناها مش زال معناها تمدد انها تتمدد تتوسع لقصاها فنقول لهم تاني تمام؟ بيحصل اسناء وده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا زودت السراسك عضلة عضلة الديفرام شبه كده زي رول عليها تمام؟ فبالتالي لما انت ايه يحصل لها فهتبقى في الضول ده فشوف مسافة دقيقة لفوق فكده زودت مين اللي هو تمام؟ طيب زي ما قلنا اللي هو تمام؟ 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 فبالتالي ايه هيقل الحجم تمام؟ او هيقل ايه؟ تمام؟ بعدين هنا بيبدأ يقول لي ان ده بيحصل فين؟ بيحصل في الكوستو تمام؟ وطبع مش الكوستو واحد قلنا فيه برضو عندنا الجوينتس الموجودة في مين؟ في منطب تسراسكو تمام؟ بس هو غالبيا اللي هي مقصرة باكتر حاجة اللي هو الكوستو اللي هتخلق لي يعني يحصل في الدائمات الانتروبستيري ومدراطرة والحاجات دي تمام؟ في عندي وفي عندي زي ما قلنا تمام؟ وزي ما قلنا تمام؟ ده بيحصل حوالين مين؟ حوالين ركز عشان هنا انت عندك والحاجات ديت مختلفة عن في باقي اعضاء الجسم لان انت اه او باقي جوينتات في الجسم لان انت هنا عندك ده وضع الجوينت بتاعه مختلف اصلا يعني وضعه في والحاجات ديت مختلف عن العاديين فبالتالي انت ممكن تلاقي مسلا هنا عندك زي ما نقول هيحصل في انت عمرك سمعت ان في بحصل في لكن هي المقصود ان هو لما بيجي يتمدد ده ويوسع بيحصل خلال من لان وضع او وضع صراسك ده محطوط يعني ايه بوضع مختلف عن باقي تمام؟ طيب اه زي ما قلنا اكتبوا من درجة من الموجودين بيحصلوا تمام؟ طيب او اللي هي معناها تمام؟ ده بتحصل في تمام؟ طيب ده بالنسبة تمام؟ الحركات ده بتحصل في طيب هما ضلوا مصدرح تاني اسمه ايه؟ اسمه قالك ان عندك ممكن الحركات ده بتحصل في ده بيبقى عامل خمسة تلاتين درجة مع طيب بتاع الريب كيش تمام؟ أو بيزود بتاع الريب كيش. انت ببساطة من اسمها اللي هو يد الجردل تمام؟ انت لو انت عندك كده واضي الايد بتاعته تمام؟ الايد بتاعته لو جنب الجردل كده المسافة ال ما بينهم وبين بعض كده متجردل والايد تب بتاعت الايد غير لو انت رفعت الايد كده تمام؟ تشوف المسافة اللي زادت فهو اصده كده ان انت لما تعمل وترفعها لو اديه فبالتالي انت بتزود الفوليم او معنا اصح انا هرسم لكم الريب كيش. ادي ادي اللي هو مين? انت بلده الاسبان و ادي الريب كيش. شوف بيبقى جنبه. تمام? شايف المسافة? شايف? تخيل انت بقى لو ايه روحت اعملت ادي ادي مسلا الريب كيش. وادي ترافعت لأخوه. شفت الزيادة انت في في الحجم موصلة لين? يعني انا عاوزك تخيلها بس. تمام? طيب. هنا دي النقطة اللي نسألينها ان انا قال لك ان بتعريب كيش بيزود. تمام? وده بيحصل عن طريق زي ما قلنا واللي هما تمام? وكمان تمام? زي ما قلنا ان بيحصل عندك ويحصل عندك اه وبيحصل عندك تمام? زي هنقولهم تاني. بيحصل في الفرونتال بليين. تمام? طيب ده بيحصل في الساقة الاكستنشن اه بتاع خلي بالك بتاع بتاع مش بتاع 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 ده بيحصل في مين? في الهوروزونتال بليين. وطبعا ممكن انه كله زي ما قال لك انه هو ممكن يبقى فيه اه تمام? ده بيبقى ايه اه عامل زاوية خمسة تلاتين مع الهوروزونتال بليين. تمام? طيب. بتاع الحركات دي كلها قال لك ان هو بيبقى بتاع تمام بتحصل حوالي الحركات ديت تمام او الحركات اللي هتحصل في بتبع ده بيبقى ايه بيبقى تمام طيب اه فيها جزئية تاني ان انا بيحصل عندي اه في الانتيرور تمام في الانتيرور في عندنا ماسك في الربس فانت في الربس دي اصلا ما بيحصل لها فبيحصل او في ده تمام ادي هنا ديت بتوضح لك هنا ادي اللي بيبقى بارة الى وهده هو ادي ايه فاده ايه ادي تمام طيب وده الى ابليك بلين اذا هنعتبر انه دي هو واي هو بيقى ايه عامل بخمسة تلاتين درجة معه تمام ودي حركة ايه اللي بتحصل في الاسترنو او اللي هم تمام طيب بعدها هنننفع اسم تقسيمة تانية اللي هي اه لتقسيمة الماصل. تمام? ايه الماصل اللي بتشتغل عندي في والفورسة والفورسة تمام? طيب احنا عرفنا هم ببداية المحاضرة قلت لك اللي هو تمام? طيب. هو هنا برضو بيقول لهم طيب انت في الجداول ديت لما اسألنا الدكتور قال لك انت بس ايه? تحفظ اسماء الماصل بس. مالكش دعوه بالاكشن. الاكشن دي اللي هو بيوضح لك اه مسلا الديافرام اللي بتنزلها تحت فبتزود الدياميتر. اسكالينيس بتزود مسلا الانترو بستيرول او الميديولاتر اللي هيدي انت يعني نتركش في الاكشن اهوي. احفظ مين العضلات ان هو بيجيلك سؤال مسلا اقول لك البرايمري وصل او في الاسبيريشن فتقل له انت بس عن دافرام اسكالينيس وانتركوستارس. تمام? طيب. اه المسؤول عن الفورسة الاسبيريشن انه المسؤول عن الفورسة الاسبيريشن هتكتب ايه لو جيلك سعير تمام? هتقول له التلاتة اللي نسع عليهم انه هما denafram والاسكالينيس والانتركوستارس. واي اي تاني هتقول له دول ترسل دول. انهما آآ 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 اللي هي تمام؟ والأستين وكما هي السيدوكيين والبيكترائيس ماينور والبيكترائيس ميجور ولي هو تمام؟ ضيب في جزئيه تاني برضو نبه عليه. لو قال لك مين آآ المسؤولة اه او بتشتغل اكتر يعني اه اه كبريمري فيه تمام? وقاب لك في الاختيارات مسلا اه وقاب لك اه وقاب لك اللي هي مسلا اه وقاب لك واحدة من المكتوبين قدام لدور كلهم. قال لك هتختار واحدة من دو. لماذا? مش هتختار من الشغلين في الكويت. لان هو بيقول لك عاوز واحدة بتشتغل في الفرصة بس. تمام? فانت هي هتختار واحدة من دول. تمام? من دول. مش تختار من الشغلين في الكويت والفرصة. تمام? في امتني. ان هنا عندي الفرصة تمام? ده بيبقى نتيجة تعامل اللي هما الابدومن الابدومن المسلز تمام? اللي هما الابدومنس والابليكس اللي هو ابليكس دينا والابليكس اكسترنس تمام? طيب. بس كده المحاضرة خلصت هي كانت محاضرة بسيطة هي بس الصعبة فيها او اللي هي ايه الجزئية اللي ممكن تلقبطك اللي هي حتة الهركات اللي هي والميكانيكس تمام? الميكانيكس بتاعة حركة بس ان شاء الله سهل يعني اسماعيل الجزئية دي مرة اتنين لتعطيها تفهمها. بس ان شاء الله تكونوا فهمتوا واشوفكم على خير. السلام عليكم.